بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام الميكروفون هذا محدثكم رضا العويداني يرحبوا بكم حيثما كنتم عبر أثير إذاعة الشارقة ومع برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقة البرنامج هو شيخ عزيز بن فرحان إنعنزي حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخ بارك الله فيك نجلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلنا في الكلام على مسألة الهجرة هجرة أبو بكر رضي الله عنه وتركه لمكة ذكرنا شيخ بارك الله فيك في الحلقات السابقة كيف أن أبو بكر رضي الله عنه عانى كما عانى غيره من الصحابة من إذاء المشركين له سواء كان بالكلام أو سواء كان بالأذية الجسدية أو المعنوية أو غير ذلك هنا شيخ بارك الله فيك ضاقت الدنيا بأبي بكر رضي الله عنه فأراد أن يهاجر بدينه إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هنا شيخ بارك الله فيك لو حدثتنا عن بداية تفكير أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة أحسنت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيد أما بعد فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ذكرنا فيما سبق نال كما نال صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذية الشديدة والمعارضة القوية سواء كان في بدنه أو في عرضه فلم يسلم رضي الله تعالى عنه من ذلك كما لم يسلم باقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأذية ولقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما سبق أن ذكرنا بأنه كان المنقذ لكثير من المستضعفين بتوفيق الله جل وعلا فيعتق العبيد والإماء فيشتريهم من أسيادهم ثم يعتقهم وكان رضي الله تعالى عنه حاضرا حينما يريد صنديد القريش إذاء النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا مضى بيانه وذكره وهنا في الحقيقة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه اجتمعت عليه الأذية من كل صوب وحدب أذية في عرضه وفي بدنه ولم يبقى له مفر إلا إلى الله جل وعلا فأراد أن يسلك مسلك إخوانه الذين هاجروا إلى الحبش فرارا بدينه حتى يعبد ربه بكل طمأنينة وأمان فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فأذن له فلما خرج خارج مكة لقيه سيد القار بن الدغنة فقال أين تريد يا أبا بكر فذكر له أنه يريد الهجرة فرارا بدينه فقال له مثلك لا يخرج من مكة وذكر شيئا من أخلاق أبي بكر وأبو بكر كما ذكرنا كان معروفا عند العرب على وجه العموم وأيضا على وجه الخصوص عند قريش فلقد كان نسابة ولقد كان مرجعا في معرفة قمائل العرب وفي معرفة بطونهم وكان أيضا رجلا كريما سخيا جوادا وكان مضيافا وهذه الأخلاق الفاضلة كلها جعلت هذا الرجل المشرك يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مثلك لا يخرج يعني هذه القيم والأخلاق هذه الصفات والصفات الطيبة نعم شفعت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه حيث جعلت من هذا الرجل ينبري في الدفاع عن أبي بكر ويقول لقريش بأنه تحت حمايته وتحت أمانه وأنه أجاره وبيّن ذلك لقريش فذكرت قريش بأن أبا بكر يزعجها في جوانب معينة وينبغي لأبي بكر أن ينتهي عن هذه الأمور ذكروا بأنه يقرأ القرآن فيجتمع الصبيان والنساء يتأثرون بقراته وأيضا كان رجلا مداثعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان مقلقا لقريش في واقع الأمر قريش أكثر ما كان يقلقها أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الشاب العظيم الذي جند نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام جند نفسه للدعوة إلى الله في كل يوم تخسر قريش مكاسب كثيرة على يد أبي بكر فيدخل في دين الله جل وعلا رجالات قريش العقلاء الذين هم من أصحاب العقول الراجحة والنفوس الطيبة الذين يعرفهم الناس ويتأثرون بهم ويحترمونهم ولذلك على يد أبي بكر في كل يوم تخسر قريش مكاسب سواء في الأفراد مكاسب سواء في القبائل مكاسب سواء في أشياء كثيرة هذا كله دفع قريش إلى أن تطلب من ابن الدغنة أن يحد من نشاط أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقام ابن الدغنة ويعني أعلن بأن أبا بكر داخل تحت جواره وطلب من أبي بكر بأن يترك هذه الأشياء لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو شعلة من النشاط والإيمان وبذل المعروش وبذل الخير أبا أن يرضخ لمثل هذه المطالب الدنية والردية والتي لا تساوي شيء في واقع الأمر فاستمر على حالته في قراءة القرآن وفي ترتيره فأخذ الناس واجتمعون إليه ما بين باك وما بين متأثر وأصبح في الحقيقة أبو بكر من أكبر من يشغب في الحقيقة على هؤلاء المشركين ثم شكوا إلى ابن الدغنة طريقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه خالف الشروط وأبا أن ينصاع ويرضخ تلك المطالب فقال ابن الدغنة معاتبا أبا بكر يعني كيف أنك لم تستجب وبمثل هذا الحال لا أستطيع حمايتك فقال له أبو بكر الصديق هذا الطود الشامخ والجبل الأشم الذي ملئ عزة وإيمانا وكرما ورجولة قال لأبي ابن الدغنة قال له إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله رب العالمين الله أكبر في هذه اللحظة في الحقيقة أيقل الناس بأن أبا بكر يحمل مشروعا عظيما هو مشروع الدعوة إلى الله عز وجل الذي جاء به خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين فبقي أبو بكر تحديا قريش معلنا بإيمانه وبإسلامه وانتهى مشروع الهجرة لأنه كان يريد الهجرة إلى الحبش فكأنه بهذه الخطوات التي يعني فعملها رأى بأن الهجرة غير مجدية بالنسبة له ليترك صاحبه وحيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في ظل زيادة قريش للضغط على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام نلحظ بأن الأذية مضطردة بالنسبة لقريش تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكانت الأولى أذية معنوية ثم تطورت إلى أذية جسدية بدنية فبدأت الأيد تمتد إلى الجسد الطاهر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتؤذيه وتدميه وتفعل القبائح معه صلى الله عليه وسلم فكأن أبو بكر فكر مليا ورأى بأن هجرته في الحقيقة هي ممكن أن تكون هجرة نفعها قاسر على نفسه فحص نعم ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على شجاعته رضي الله عنه وعلى قوة إيمانه ويقينه بربه جل وعلا فأصر على البقاء في مكة رغم هذا الجو الموبوء والمشحون والذي فيه من التوتر لدى قريش الشيء الذي كان أبو بكر يعتقد بأنه ممكن في أي لحظة أن تذهب روحه النفيسة فلت على يد غر أو على يد أحمق من حمق قريش الموتورين وبقي رضي الله عنه وأرضاه مجاهدا صابرا محتسبا الأجر باذلا بدنه وماله وكل ما يملك في سبيل دين الله رب العالمين شيخي لعل الله سبحانه وتعالى بتقديره تأخر أبو بكر رضي الله عنه في هذه الهجرة وتفكيره مليا في مسألة النتائج المترتبة على هجرته تلك هل هي نتائج إيجابية نفعها هل هو مقتصر عليه فحسب أو على غيره لعل تأخر أبو بكر رضي الله عنه في ذلك أراد الله سبحانه وتعالى له بهذا خيرا كثيرا من أجل سبحان الله أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الهجرة الخالدة وهنا يا شيخ بارك الله فيك لو حدثتنا عن مسألة هذا المشروع العظيم هذه الهجرة الخالدة التي خلط الله تعالى فيها ذكر أبي بكر رضي الله عنه وأنزل فيها قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هنا شيخ بارك الله فيك ملابسات هذه الهجرة كيف تمت هو في الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل نعم ليحمونه ليبلغ دين ربه جل وعلا صحيح فكانت القبائل حقيقة ما بين قبيلة في الحقيقة ضعيفة لا تملك مقومات الدفاع عن هذه الدعوة وما بين قبيلة متأثرة بقريش تدور في فلك قريش ولا ترضى بأن تجير محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن تحميه لعدم قدرتها أو لكونها أيضا هي يعني على نفس خطى قريش لكن الله تعالى أراد للأنصار وهم الأوسو والخزرج أراد لهم الخير العظيم فبايع النبي عليه الصلاة والسلام البيعتين المشهورتين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية ثم أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يثرب كانت تسمى يثرب إذ ذاك ثم سميت بيئة المدينة فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة أصحابه للهجرة فبدأ الناس يتسللون خفية يهاجر رجل لوحده أما رحم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى المدينة بعد أن كانت الهجرة متوجهة إلى الحبشة إلى الحبشة الآن هنا مرحلة جديدة وهي الهجرة إلى المدينة حيث هذه الدار هي دار الإيمان والذين تبوؤوا الدار والإيمان وهذه الدار هي التي جاء وصفها في الكتب السابقة دار فيها نخل لأن الناس قديما كانوا يعتقدون بأن الدار هي هجر لكن الواقع بأن الله تعالى قدر بأن تكون الدار الإيمان ودار الإيواء هي المدينة هاجر إليها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام هنا طبعا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة فكان رجل يهاجر لوحده والرجلان والثلاثة ثم العائلة والمجموعة وأخذوا يعني يذهبون خفية إلى المدينة ولم يكن في الحقيقة خروجهم بذاك الخروج الذي يحدث جلبه أو يحدث غجه تخفين في الغالب يعني نعم كان مرتبا منظما صحيح خوفا من قريش نعم وهذا شيء طبيعي تذكر كتب الروايات بأن عمر هو الوحيد الذي قام في قريش وقال أني مهاجر ومن أراد أن تذكله أمه فليأتني خلفه أو فليأتني في المكان الفلاني هذه إن صحت الرواية المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن الله له بالهجرة أين أبو بكر من ذلك بقي أبو بكر أبو بكر كان يريد الإسراع في الهجرة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه من ذلك سبحان الله فبقي أبو بكر وكان أبو بكر يعني يراوده يعني شيء عظيم وهو أنه يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلى في واقع الأمر من الرجال إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنه وهنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام علي لرد الأمانات سبحان الله لا لشيء نعم ولم يثبت يعني في حديث يمكن الأطمئنان إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي بأن ينام في فراش هذا لم يثبت فيه شيء وليس وكل ما يروى في هذا في الحقيقة ليس له إسناد يعتمد عليه وفي الحقيقة يعني الكلام حول هذا سنفصل فيه بشكل أوسع في سيرة علي رضي الله عنه إن شاء الله تعالى لأن هذا الكلام أو هذا القول في الحقيقة لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا وسنتكلم عنه وأما وضع الأمانات عند علي وقال إذا هاجرنا فاصرف الأمانات لأن علي كان إذاك شاب صغيرا وأما أبو بكر رضي الله عنه فبقي في بيته ينتظر الإذن وما يدرم الله جل وعلا فاعل به وبنبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهنا تقول عائشة رضي الله عنه فأتانا النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الظهيرة في وقت لم يكن يأتنا فيه وفي هذا إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متعودا أن يأتي إلى بيت بكر دائما كان هناك علاقة وطيد بينه وبين أبي بكر وكان هناك أوقات تعود آل أبي بكر فيها من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل فيها على أبي بكر فجاء في هذه الساعة فلما دخل حصل هناك انتفاض عند أبي بكر الصديق في جسمه وفي بدنه يعني ما هو السر الذي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي في هذه الساعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من عندك النبي صلى الله عليه وسلم خشية إفساء سر نعم هناك سر عظيم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورضاه يا رسول الله ليس هناك إلا أهلك يعني ليس أحد موجود إلا ابنتاه أهلك يعني عائشته كانت عائشة وأسماء أهله هذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد خطب عائشة في ذلك الوقت صحيح معلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب عائشة في مكة ثم دخل عليها في المدينة نعم في شوال من السنة الأولى دخل على عائشة رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آذن لي بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله فثريح أبو بكر وعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد صحبته هنا حصل أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من شدة فرحه بهذا الخبر السار قال للنبي عليه الصلاة والسلام أني علدت راحلتين جهز راحلتين كان أبو بكر لديه شعور بهذا سبحان الله لذلك كان يرعى هاتين الدابتين كان قد جهز نفسه وجل ذلك نعم وجهزهما للرحلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقيمتها أو بأجرها يعني النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله رفض أن يأخذ هذه من أبي بكر حتى لا يكون لأحد عليه مننا عليه الصلاة والسلام فقال بالأجر قال بالأجر يا رسول الله عفونا شيخ بارك رفيك هذا يدلون على النبي عليه الصلاة والسلام قد يتعامل حتى مع أصحابه كما صح التعبير معاملة رسمية يعني لا هو في القضايا هذه القضايا المالية النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الناس الله أكبر وما يعني كان بيده شيء إلا قال به هكذا وهكذا كما جاء في الحديث وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وفي تلك الأيام قبل الهجرة لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم شيء صحيح لم يكن عنده شيء يعني ولذلك قال لأبي بكر هي يعني بمقامل يعني مع أن أبي بكر تبرع بها لا عفوا لماذا لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر تبرعا مع أنه قد تبرع بها أبي بكر من نفسه يظهر والله أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن تتمحض له الهجرة وأن لا يكون فيها شيء من مرد دنيا سبحان الله تمحض لله جل وعلا شيخ بارك الله فيك لو جعلتني يعني أسألك عن كيف النبي عليه الصلاة والسلام خطط لهذا المشروع العظيم نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى أبي بكر وبين له بأن الله تعالى قد أذن له بالهجرة وأنه صاحبه ورفيقه في هذا الدرب العظيم المحفوث بعناية السماء بعناية رب العالمين جل وعلا وتقدس قام النبي عليه الصلاة والسلام ورسم خطة لهجرته عليه الصلاة والسلام على أن يخرج من مكة في حال هدأت الرجل وغفلة أهل مكة وأيضا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل الزادة لهجرته في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل الأسباب مع أنه مؤيد من الله جل وعلا إلا أنه كان يبذل السبب لم يتواكل النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور نعم لم يخرج هكذا وليس معه شيء وإنما أخذ الزاد لدرجة أن الزاد كان ثقيلا فقامت أسماء فشقت نطاقها فسميت بذات النطاقين نعم سميت بذات النطاقين نعم سميت بذات النطاقين ليحمل أبو بكر المتاع الزاد الذي سيكون يعني معهم في هذه الرحلة الشاقة والعصيبة أيضا وكل النبي عليه الصلاة والسلام بالله بن أبي بكر وكان مسلما شابا يافعا إذ ذاك نعم بأن يعني يكون عينا على قريش نعم بحيث يخذل ويعمل أخبار أو يأتي بالأخبار لنبي عليه الصلاة والسلام نعم كذلك عامر بن فهيرة وهو غلام أبي بكر أيضا وكان راعيا فكان له أيضا مهمة غاية في الدقة وهي وهي قضية محو الأثار التي يعني كانت تطبع على الأرض من خلال سير أقدام النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبهم وعفونا شيخ دارك عفونا وأصمعوا أن عدد العرب أنهم يتتبعون الأثار الأثار نعم وكانوا مشهورين بهذا وخبروا جدا بذلك نعم ولا زال صحيح أيضا هناك رجل خريت والخريت هو المهر أي المهر في الطريق وهو عبد الله بن أريقت هذا الرجل استأجره النبي عليه الصلاة والسلام واستأجره بكر لمعرفة الطريق لكن عفونا يا شيخي الغريب أن هذا الرجل كان مشركا كان مشركا كيف أمن النبي عليه الصلاة والسلام المشرك على ذلك يظهر والله تعالى أعلم أنه مشهورا بالأمانة والصدق وميال نعم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبي بكر يعني ليس هو من من الأعداء الحردين يعني ليس هو عدو حرد حاقد نعم ولكنه كان يعني مشهورا بمعرفة الدرب وأيضا ربما كانت هذه حرفته ومهنته فهو لا يعنيه قضية وجود عداء بينه وبين الآخرين بقدر ما يعنيه الكسب الكسب المالي مثلا وقيل بأن لأبي بكر عليه منه يعني جاء في بعض رواية التاريخية لأبي بكر عليه منه وقيل بأنه من غلمان أبي بكر والله تعالى أعلم بالصواب لكن الذي يظهر بأنه رجل كان رجل مستقلا بذاته نعم معروفا بالطرق ومسارب الطرق وأيضا مجاهيل الصحراء لأن القضية قضية الهجرة في الحقيقة ليست قضية مكشوفة يعني يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في طريق معروف تعرفه القريش أكيد أنه يعني في طريق مخفي كما يقال أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في مجاهيل الصحراء وفي أيضا منعرجات الطرق التي هي في الحقيقة بين تلك الجبال لا يعرف إلا النادر النماز بين تلك الجبال فهذه الحقيقة هي الطريقة والخطة التي رسمها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا نعم على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أموره مع أنه مؤيد بالوحي من السماء يتخذ الأسباب لم يكن عليه الصلاة والسلام تاركا للأسباب صحيح وهذه فيها تربية للأمة حكي إنسان لا يكون فوضويا لا يكون يعني يعني يسير هكذا بل عليها أن يرتب أموره حتى في قضايا السفر يعني الآن لما يسافر الإنسان يأخذ الماء معه ويأخذ العدة ويأخذ يأخذ إنزاد هذا كلها من الأسباب صحيح أما أن يقول والله أنا من المتوكلين ويضرب الطرق الصحراوية وكذا ويقول ما قدر الله علي يكون هذا في الحقيقة ليس من الإيمان ليس من التوكل وليس من التوكل في شيء بالهذا نقص في التوحيد كما ذكر ذلك أهل العلم وهنا في الحقيقة سار النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وحصل ما حصل في دخولهم الغار وتتبع قريش لهم وإعطائها الجوائز الكبيرة لمن يأتي بهما حيين أو ميتين لكن الله تعالى حفظهما وأمنهما في ذلك الغار وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يقول الحق سبحانه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أحسنت يا شيخ بارك الله فيك ولا شك أن نحن ونحن نتكلم عن سيرة أبو بكر رضي الله عنه أن لأبو بكر مواقف مهمة جدا فيما تعلق بهذه الهجرة أود إن شاء الله تعالى أن أتحدث معك عنها لكن أدعى ذلك في الحلقة القادمة إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وليكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته